في ميل إنساني للوم الله لأسباب السبب الأول فكرة أنه أشيل المسؤولية من عليها وأدحرجها على الله لكن فيه كمان سبب تاني في رأيي للإنسان ليه بنلوم الله الاستراتيجية دي استراتيجية شيطانية قديمة جدا وأنا برضو عايز أحذر منها لأنه النغمة دي عالية أو دلوقتي بتاعت أنه الله وإزاي ما بيعمل شو كده استراتيجية شيطانية قديمة وهي أنه الله لا يريد الخير والله أولها بطريقة تانية التشكيك في دوافع الله أحقا قال الله شكرك استراتيجية قديمة جدا في الأول خالص أحقا قال الله وبص الشر حقا قال الله قال لا تأكلا من كل شجر الجنة بص الله كل شجر الجنة فردت حو قالت له لا هو قال من جميع شجر الجنة نأكل إلا الشجر التي في وسط الجنة رد عليها قال لها إيه قالت له لأنه يوم نأكل منها موتى النمو يرد عليها يقول لها إيه شوف الاستراتيجية إيه يقول لها بل أن الله عالم أنكما يوما تأكلان منها تكونان كالله عارفين الخرر والشر وكأنه إيه عايز وليه الله مش عايز لكم الخير استراتيجية قديمة جدا فهنا بقى لما يحصل بقى أنه آدم وحاوة يعملوا عملته الصعبة اللي هي الاستقلال عن الله وتصديق الشيطان وعدم تصديق الله ويحصل اللي حصل فيه ويطرده من الجنة مين المسؤول الإنسان في كبرياءه ليه تطرده من الجنة الإنسان في كبرياءه ما كنت وقفت الحكاية دي من الأول طب لكن هي الحقيقة أنه هو ده شغل إبليس من الأول أنه انسى أنت مسؤوليتك يعني الموضوع انسى إيه اللي ممكن تعمله في اللي جاي طيب هتواجه ده إزاي انسى كل حاجة بس ركز معايا كده في أنه إيه وجه سهامك لحوة السماء اطلق كده سهام نحو الله قوله أنت إزاي تعمل كده شكك فيه اتهمه أو استبعده من حساباتك يبهوه مش موجود أو قول عنه أنه أي حاجة بس المهم أنه أنت غير مسؤول ففي رأيي أنه هي ده أو ده المفتاح الأول لفكرة لوم الله على ما يحدث التهرب من المسئولية الشخصية وإتباع استراتيجية إبليس في التشكيك في دوافع الله من ناحية خلقته بشكل عام اشتركوا في القناة